موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل تعلم ماذا يحصل في الجسم عند تناول ثمار التين والفوض الصحية لأوراق شجرة التين شجرة التين تعطب شجرة التين وحلة من أقدم الأجر المثمرة متساقطة الأوراق التي عرفها الإنسان وأطوالها عمرا وذلك يمتلكها قدرة عالية على تحمل الظروف الجوية المختلفة ومقاومة الأمراض وهي شجرة مباركة مذكورة في الكرآن الكريم ومعروفة بقيمتها الغذائية الكبيرة وفوئدها العديدة من الناحية العلاجية حيث وتتستخدم ثمرها بل وأوراقها في علاجها ومقاومة العديد من الأمراض المنتشرة في وقتنا الحالي وفي هذا الفيديو إن شاء الله سوف نذكر لكم أهم الفوض الصحية لتناول ثمر التين بشكل عام وفوض أوراق التين بشكل خاص أولا ما هي الفوض الصحية لتناول ثمر التين بالإضافة إلى طعمها الحلوة فإن لثمر شجرة التين العديد من الفوض الصحية أولا إنها ذات طبيعة قلوية ما يمنح القدرة على مقاومة حمودة الجسم وتخففها بدرجة كبيرة تستخدم في تضمضي الجروح وذلك بعد تجففها أو غليها ثالثا تساعد في علاج حالة الإمساك المزمن رابعا تؤفد في علاج الالتهابات التي قد تصيب الجهاز التنفسية مثل التهاب الحنجرة والتهاب القصبة الهوية خامسا تساعد في علاج بعض حالة السعالة الديكية الذي يصيب الأطفال وذلك عن طريقة تناول منقعها قبل كل وجبة سادسا تساعد في اللقاء من خطر تشكل الأوروما السرطانية سابعا تساعد في تحفز الجهاز الأضمي نظر الإحتواء عن نسبة عالية من الأليف ثامنا تقلل من خطر الأصباب النوبات القلبية ثانيا الفوض الصحية لتناول أوراق التين قد يستغرب البعض من ما سنورده في هذا الفيديو ولكن هذا صحيح حيث أن الأوراقتين فوض جمع وسوف نذكر منها ما يلي أولا تساعد أوراقتين في تنظيم مستوى السكر في الدم عن طرق تحفيز إنتاج الأنسلين كما أن لا خصوص مضادة للسكر مما يجعل تنمو المشروب هذه الأوراق يوميا أمر مفيدا جدا لمرضى السكرية ثانيا لا تأثير ملحوظ في كابح نشوة الخلايا السرطانية وذلك لكونها غنية بمضادة الأكسادة ثالثا تساعد في علاج التهبة القصبة الهوية وذلك عن طريق نقعها في الماء المغلية لربع ساعة ومن ثم تصفيتها وشربها خامسا تلعب دور مهما في إعادة الضغط الشريانية إلى مستوياتها الطبعية سادسا تعمل على تقوية العظام والوقاية من الأصابة بمرضها شاشة العظام عند كبور السن سابعا توسات في التخفض من مستوى الكوريسر الأدهار في الدم ثامنا تحتوع نسبة عالية من الهيموجلوبين وبالتالي فهي تعد علاجا مفيدا لمرضى فقر الدم تاسعا تحتوع نسبة عالية من الألياف التي تمنحه الشعور بالشبع ومنه تساعد في تخفيفه الوزن الزيد عاشرا تعد علاجا مفيدا لالتهابات الجلد مثل الإكزيمة 11 تحمي من تصل البشرين والإصابة بالجلطات المفاجئة 12 تساعد في تنظيم عمل الجهاز الهضمي أتمنى من الله عز وجل أن تكونوا استفدتم من هذه المعلومات فضلا لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وتفعيل رمز الجرس ليصلكم كل معلمة جديدة ومفيدة بإذن الله تعالى اشتركوا في القناة